لم تمضي ساعة على توقف الاقتتال والاشتباكات بين تحرير الشام والفيلق الثالث في عفرين ومحيط عزاز حتى تندلع أخرى في جرابلوس اختلفت الأسباب والدوافع في الحالتين وتشاركت بذات النتائج الكارثية على المدنيين عدد من القتلى والمصابين بينهم أطفال في اشتباكات عشائرية مع فشل فصائل الجيش الوطني المتشرة في المنطقة في وقف الاقتتال بين عشيرتين جيسات وطي والذي رافقه حرقا للمنازل والممتلكات وقطع معظم طرقات جرابلوس وإغلاق سوقها لتبدأ مناشدات الأهالي بالتدخل العاجل للوقف الاشتباكات بعد خروج الأوضاع عن السيطرة في المدينة نداء عاجل الوضع بجرابلوس خرج عن السيطرة بشكل كامل بشكل كامل إذا ما صارت في قوة من على مستوى الجيش الوطني الدماء بجرابلوس بتسير بالشوارع يا أهل المروى نداء إلى كل الجيش الوطني الوضع يعني صار على مستوى مخيف ومع تدخل وصفه ناشطون بالخجول مقارنة بحجم الكارثة تنشر هيئة ثائرون التابعة للجيش الوطني مجموعات لها في جرابلوس لإيقاف الاقتتال وسط أنباء عن نيتها فرض حظر تجول في المدينة وريفها القريب تخوف الأهالي ربما صار يقينا فالفوضى صارت تلازمهم في الشمال السوري وحالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح دون أسباب تذكر خاصة مع توقف المعارك مع ميليشيا أسد وقاسد منذ فترة طويلة والجيش الوطني إن لم يكن أحد عناصر الفلتان الأمني فإنه حكما ليس أحد عناصر ضبطه في المنطقة